ومين فينا ما بيحبهوش? ووجبة اساسية بالزاد اول يوم في صفرة رمضان. كل سنة وانتو طيبين. ربنا يجعل ايامكم كلها خير وسعادة وفرحة وبركة. وربنا يبلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقدين. هنعمله ايه النهاردة? هنعمل شوية محشي من الاخر. لوز كده. حاجة اللهم بارك تحفى. وبسرعة الصاروخ. هقولك على تكاية مش هتخذي نص ساعة سل مع حشوة مع تقطيع. كل ده. يلا بينا نشوفه ازاي داخل الفيديو. بس لو اول مرة تشوفي كناتي. انا بس مفازي من كناة وصفة وفكرة. ما تنسيش لو عجبك الفيديو لايك وشير ونوريني باشتراكك في القناة. هنسمي اللي اول حاجة معنا كده كرمبتين بسم الله ما شاء الله. زي ما حاضراتكم شايفين. يعني ولا كبار قوي ولا صغيرين. هم كده متوسطين. المهم يعني هبتدي كده اقطع كل الورق الاخدر اللي حواليها. ولو اني هي ما فيهاش ورق اخدر كتير. وهي جاية لي كده. فهبتدي كده اعمل فراغات لنفسي علشان هاورها زي ما احنا متعودين مع بعض. بنسلقها كاملة. لو انت ليسا مبتدأ ودخل كده على الكرمب جديد. ابتدي قطعي ورقة ورقة. وابتدي سلقيها هتكون اوفرلك واسهلك. انما لو انت بقى كده متمكنة. ابتدي اوري كده من نص زي ما شايفين. السكينة اغرزيها لجوة شوية. وابتدي اولي وطلعي الراس دي. ويسلكي كده العروق من جوة زي ما حضراتكم شايفين. هتفرق معيكي من جوة. هتطلع معيكي بكل سهولة في السل. طيب في حد هيقول لي يا بسمة لما اجي اشتري الكرمب اشتريها تقيلة علشان تكون مليانة كده ومحملة ومليانة ورق هقولك لا. ازاي? ما يفعش هتشتريها تقيلة ومجبوسة. هتكون مليانة عروق وعروقها تخينة جدا. وكمان الورقة بتكون تخينة وما بتبقسها لمعكي قوي ان وانت بتقطعيها ولا وانت بتسلقيها. فحتيها ولا هي مليانة ولا هي خفيفة. يعني برضو تحاولي ان انت مش تبتكي عليها تروح ايدك نزلة لتحت كده تكون بفرقة وفاجة من جوة. طب هختارها ازاي? يدوبك ايدي بتنزل وتطلع حاجة بسيطة. تحس اني كاني زي النبض كده حاجة بسيطة خالص في النص بتنزل وتطلع وبردو ما تجيبهاش تقيلة قوي. كده الكرومبا بتاعتك هتبقى تمام وزي الفل. ولو هي مليانة عروق من برا. هي العروق الخضرة الخارجية دي. ابتدي برضو يعني افتح كده ورقتين ولا تلاتة. وشو فيها من جوة لو عروقها كلها خضرة استبعديها. خلي كده العروق تبقى فتحة. ومن جوة كده تمام. هنا خلاص بقى انا خلصت كل الكمية وغسلتهم تحت الحنفية كويس جدا. غسلتها انا بحب قوي ان انا بزداد الورق الخارجي ده اخسله كويس جدا. عندي حل على النور كبيرة طبعا لان احنا هنستخدم الكرومبا كلها. وبرضو هوريكم هنحط الورق ازاي? حطت ملح وحطت آآ كمون. وابتديت اسلق الكرومبا على العروق. ونزلتها كده هي دلوقتي هتلاقيها هبطت لما دخلت كده في السخونية. وقت بسيط جدا كده اقل كمان من دقيقة. هبتدي اضايرها على الوش التاني. هي طبعا ما استويتش سوى كامل. بس هبتدي اضايرها على الوش التاني وهسيبها بقى لما تستوي. هعرف ازاي ان هي استويت. وبعد كده هبتدي امسك كده ورقة ورقة طالما بتطلع معي بسهولة. زي محضراتكم شايفين كده تمام تستوت وفرغت كمان من جوة. لو بتشد ورقة ولسه متماسكة معاكي ومطلعتش بسهولة حاول ان انت يسيبها شوية زي كده. واللي ابتدى ان هو يطلع معي بسهولة ابتديت اطلعه وحاولت ان انا اعمل لها كده تهوية للورق الخارجي ده كانت سلق معي ويسبت الورق التاني. في ساعتها رحت جاية في الورق اللي انا مطلعه ابتديت ان انا فررته كده من بعد علشان ما يستويش معي سوى كامل. وطبعا هيتهرى لما تحطي حاجة على حاجة. فلازم تهويه من السخنية لو انت سرحتي كده شوية وتسلقت معاكي جمد كده وحسيت ان هي خلاص اتهرت ابتدي وقفي عملية التسوية دي حالا تحت المية. مية كده ساعة من الحنفية وابتدي اشتفي شطفة كويسة. هتطلع معاكي زي الفل وهيوقف عملية التسوية. بس هنا انا باخد يعني انا كده آآ بعمل حساب ان هو برضو بيطلع من آآ من السوى سخن فبحاول ان انا افررته وبعمل حساب ان انا ما بسلقهوش سلقة كاملة. يعني بحبه كده ان انا امسكه في ايدي يكون متماسك بش يكون مهري معايا. واحنا شغالين بقى التكاية لو قلتلكوا عليها كده فالمقدمة هنعمل ايه? طبعا هنا كده خلاص بوريكم ان خلصت الكمية وكان عندي شوية كمان على الرخامة بيبتدي حطهم واحدة واحدة في الحلة. طبعا مش هحطي ايدي على خد الغاية لما خلص سلق خالص بصوا ما شاء الله الورق متماسك ازاي لكن بتيجي تقطعيه بيتقطع معاك بكل سهولة. وانا واقفة كده على البتجاز في ساعتها هجيب السكينة مش لازم بقى قاعد واستنى لما خلص خالص في ساعتها ابتدي اقطعي العرق دوت كده ويدوريها اولف فيها شوفي بتقولوا عليها ازاي هبتجالفها وعلى المقاس اللي انت عايزت صبع بتاعك يطلع صغير كبير ابتدي اقطعي بالسكينة وهوريكي طريقة تانية طبعا لو انت بقى بتحب القطاع والرخامة وكل الكلام ده بس دي الطريقة اللي انا متربيه عليها واللي امي ربنا يديها الصحة يا رب والعافية كده وتولت العمر اني في ساعتها كده ابتدي اخلص الحاجة بكل سهولة واحنا وقفين مش لازم بقى تاخدي وقت فيها وهوريكي واحدة تانية مفيش اسهل ولا ابسط من كده هتخلصي الحاجة وانت وقفة بسرعة الصاروخ والناس اللي بتقلق ان التقطيعها تطلع مش متساوية بوريكه قدامك وتطلع متساوية وكمان متساوية وكمان يعني هتشوفي الصينية في الاخر عاملة ازاي بسم الله مشاء الله مصطرة كده وكمان هقولك على تكاية في الحشوة ان شاء الله مش هتطلع رزاية واحدة كده مش هتلاقيها في الحلة بتاعتك او في الصينية زي ما احنا هنعمله النهاردة هبتدي بقى اشوفوا الورق ما شاء الله متمسك ازاي وانا وقفة كده ببتدي قطع كده على قد المقاس اللي انا عايزيه وكده تمام وزي الفل تعالوا بقى واريكم كده كم واحدة على الرخامة علشان ما حدش يزعل للناس اللي بتحب الحاجة بالمقاس المزبوط هياخد كده الورق بتاعتي وبرضو هبتدي اقطع العرق طبعا العرق دي تقدري تعمليها مخلل تقدري تفرجيها كده فقوع الحلة من تحت قطعتها برضو على قد المقاس اللي انا عايزيه وبتديت اقطعها كده بالسكينة وادي كده على القطع او على الرخامة وطلع برضو متساوي بنفس اللي انا قطعه من قطعه على ايدي يعني مفيش فرق هوريكي بقى حاجة تاني كده اخر حاجة ان احنا هنعمل بكمية كبيرة هبتدي اشيل كل الورق اللي فاضل معايا كل العرق اللي فيه وهبتدي احطهم وكومهم كده فوق بعض علشان هقطع كله مرة واحدة هبتدي الفها كده اوة برمها وهقطع طبعا المقاس اللي انا عايزيه وهبتدي افردهم كلهم فوق بعض طبعا احنا عملنا مع بعض على القناة يعني بشكل تاني غير كده وبرضو بس كنت بحاول وليكي برضو تقطعات مختلفة وهنا كده تمام وقادي برضو خلاص معايا بكل سهولة للناس بقى اللي هي مستعجلة ومش يعني عايزة تخلص بقى اوام اوام اعملي التكية اللي لو انتي واقفة كده هتخلص عبالما تخلصي سلق كرومب اللي عندك هتكوني خلصتي كمية كبيرة في التقطيع تعالوا بقى نشوفوا التسبيكة بتاعتنا او الخلطة بتاعتنا الامر دي. عندي ربعة كوباية من الزيت هضيف عليها دول اربع بصلات كبار. وكمان اتنين ارنفل في الرومي ونص حرق. يعني لو انت حاب تزاودي الحين عن كده زاودي. لو حاب تستغني عنه ابتدي استغني عنه. كمان كمية البصل لو انت عايزة اقل من كده براحتك بس انا بحب البصل الكتير بالزات في المحشي. هنا البصل انا مش عايزيها تتحمر. انا هيدوبك دبلت كده معايا. وابتديت اجيف عليها معلقتين كبار من معجون الصلصة. وابتديت ان انا اقلبها تقليبة كويسة هدمجها كده كلها وبعد وبعد كده هنزل معصير الطماطم. طبعا الطماطم دي على حسب الكمية الورق اللي عندك او على حسب الكمية انت هتحشي ايه غير الكرومب او اي حاجة تانية. وبطبعا هقول لكم ان احنا كمان معانا فلفل بس هحشيه مع نفسي. هنا بقى مليت الشفشة بتاع الخلط كله آآ طماطم. زي كيلو او كيلو وحبيتين كده او تلاتة. وابتديت احط بابريكا يعني معلقة كده صغيرة من البابريكا وآآ نص معلقة من الكزبرة. ونص معلقة من السكر. وكمان آآ ابتديت احط واحدة ماجي. طبعا السكر علشان الحمودة والملح ده على حسب زوء ك. واكيد انا مش عارفة ان قلت فلفل اصمر ولا لأ. ده اساسي فلفل اصمر. ولو نسيت حاجة آآ كل حاجة ان شاء الله اصبها لكم في صندوق الوصف. ابتديت تقلبهم تقليبة كويسة. واول ما ابتدت ان هي يعني هي لسه ما تسبكتش. بس يعني خلاص قربت تسبك هنا عندي انا كنت جايبة بخمسة جيني خضرة. طبعا هي مش كتير لاني هو الربطة بس آآ بجيني. فكان عندي حزمتين من الشبت وحزمتين حزمتين من البقدونس وحزمة من الكزبرة. فابتديت اخد النص كده وحطيته على التزبيكة وهي يعني دي بقى بتعمه ريحة زمان. يعني اهلينا دايما كانوا بيعملو كده. بتشمي ريحة تغدية المحش دي من اخر الشارع. بسبب شوية الخضرة اللي انت حطيتهم في التزبيكة. فسبتها بقى كده تتسبك وتكمل التزبيكة وهنا عندي كيلو من الرز غسلة كويس من غير نقع ولا اي حاجة. وحطيت يعني بقيت الكمية بقى بتاعة الخضرة حطيتها كده آآ فرش على اللهم صريع سيدنا محمد على الرز وبعد كده حطيت نص السلصة. انا بحب ما كبش كده مرة واحدة. يعني بحط كده شوية وقلب وبعد كده بحط شوية كمان. هديف عليهم علاقتين كبار من الزيت بفلفل كده الرز غاية ما بتبقاش ماسكة ببعد وبيديها لمع حلوة قوي. وطعامت طبعا الرز بتاعي بملح وفلفل اسمر لو حب ان انت تحطي نفس التوابل اللي دفتيها في السلصة. آآ دفتها. وانا كمان سيد اقول لكم ان انا دفت كمون. هنا بقى عندي الورقة ما شاء الله يعني بسو هي حجمها صغير. مش هحطك خالص في الاحرف. انا بحط شوية رز صغيرين كده في النص. وما بفرطهم شي ولا المين ولا شمال. بخليهم زي ما هم وببتدي اقفل عليها كده واتكي كده بصبعي وهي بتلف وبعد كده يعني عصرة بسيطة جدا بايدي عشان انزل اي سويل فيها وهوريك واحدة تاني. طبعا سواء حلة او صنية ابتدي احطي كده ورقة آآ من الورق الاخدر كده على آآ قوع الحلة من تحت او قوع الصنية انا هعمله معيكو النهاردة في الصنية الصنية دي تقدر يدخليها الفرن. وبيطلع معاكي نتيجته هيلة وبيطلع برضو نتيجة كويسة. بس يعني نظرا كده لان الفرن بتاعتي عندي بايزة فهسويه معاكو آآ فوق البتوجيز. هاتي دي ارصة انا بحب ارص اللي من تحت بيكون اخدر شوية. فعايز اقولك كمان على التكان هو ما بيطلعش منه رز خالص. خالص ان انتي بتحط الشوية اللي احنا قلنا عليهم في النص ما بتفرطهمش خالص وتديله العصرة البسيطة دي. علشان آآ الرز طبعا حجمه بتضاعف وبيكون فيه شربة. فطبعا ما ينفيش ليش الرز ويطلع كله البرة. فهعمل العصرة البسيطة دي تمسكه لي. آآ هخلص بقى هنا انا السانية بتاعتي هرص يعني آآ اللي اتنين عكس بعض. يعني انا برص صف زي ما حضراتكم شايفين كده. وصف التاني برضي هوريهولكو دلوقتي. هنا انا عملت حبة كده خارجيين وهوريكو دلوقتي بيترص ازاي. هنا بصو ابتديت ارص العكس وهكمل السانية بتاعتي كلها على الشكل ده. كده تمام وزي الفل. وبعد ما خلصت السانية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده ابتديت ان انا اجيب الشربة وهبتدي ازقيه اي نوع شربة عندك لو ما عندكش ممكن تقدري تعملي مرة التميجي عادي خالص وهبتدي ازقيه مش هغطي كله. سواء في حلق او في السانية برضو ما تحاوليش اني تتغطي. تعالي عند اخر صباح ومجرد ان هو لامس الشربة بس كده مش متغطي خالص وهيطلع معيك زي الفل ما تقلقيش بس ما تحاوليش اني تتزاودي له مية اكتر من كده علشان ما يعجينش معيك. وبتديت ان انا اهز كده السانية او الحلة بتاعتك هزيها اليمين وشمال. علشان الكمية السوية لكلها تتوزع كده. ويطلع معيك ما شاء الله حلو. خلاص بقى هحطوه على النور وياخد بقى سوية زي ما هو عايز يعني طبعا بيختلف من نوع بتوجزل التاني. ويطبعا غطيب اي حاجة وكان طالع ما شاء الله بسه. عايز اقول لكم مفيش رزة يعني ما شاء الله متماسك ويطالع السبع كده بسبوع وما فيش حاجة اتفكت وما شاء الله له نو حلو جدا من غير ما شاء الله. ضفنا اي اضافات على الشربة ولا صلصة ولا تزبيكة ولا كل الكلام ده التعم هنا كان خطير يعني كنت اقول لكم التعم حكاية. آآ ما شاء الله زي ما قلت لكم ما فيش رزة خالص. الطريقة زي ما قلنا سهلة وبسيطة. في يعني ساعة زمن هتنجزي وهتخلصي كل حاجة. بتمنى الوصفة تكون سهلة وخفيفة من نسبة لكم. زي ما قلت لك. آآ انا كنت عاملها شوية فلفل. فعملتهم مع نفسي. لو حابين ان انا اشارك معاكم آآ يعني فيديوهات تانية قولولي في الكومنتات. حابين ان انا اقدم معاكم ايه. وان شاء الله حضر برضو مع بعض. صفة رمضانية قوية جدا وحلوة جدا في رمضان. طبعا هوريكو قد ايه يعني هو الواحدة كده الورقة بتاعها مستوي وبتقطع معايا بكل سهولة. الرزم فلفل من جوة. مش معجن. الحباية بحبتها. بسم الله ما شاء الله. كمان اخترت لكم الورقة الخضرة اللي هي يعني بتكون متماسكة عن الورقة البيضة. ما شاء الله حلوة قوي قوي. طبعا عايزيكو بقى كده في الكومنتات تنزلوا تقولولي انتم الناس اللي في ناس كده عندها تكوس اول يوم رمضان لازم على الصفرة كده آآ يكون المحشي. فاربنا يبلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقدين ويقبل مننا كده عملنا يا ربنا يجعله خالص لواجه الله الكريم. بتمنى اللي اصفة تكون عجبتك لو استفدتي منها ياريت تشاركيها وتعملي شير كتير لكل حبيبك. واسبكم في حفظ الله مع السلامة.